بداية نشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بقصر الأمم بنادي السنوبر بالعاصمة على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة السيد رئيس الجمهورية هذه الجلسات الوطنية التي جاءت تحت شعار الفلاحة من أجل أمن غذائي مستدام ميزتها كلمة رئيس الجمهورية التي أكد فيها نارهان الأمن الغذائي هي أصبح من صممات الأمان التي تحرص عليها الحكومات الرشيدة وتضعها في مقدمة أولوياتها وصلب استراتيجيتها الجلسة حضرها رئيس مجلس الأمم سلح كوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني براهيم بوغالي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج الفريق أول ساعد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة ومستشار رئيس الجمهورية وكذا فلاحون ومستثمرون في القطاع الفلاحي وأعضاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ترجمة نانسي قنقر